لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طعاته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين نبدأ الليلة مع سبب رابع من أسباب تحصيل حب الله عز وجل وسيلة أخرى من وسائل زيادة الحب في القلب قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر هذا السبب الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة هذا السبب من أبلغ أسباب المحبة لأنه من أصدق دلائل الأدب في العبودية وهو في الحقيقة سبب وثمرة فالمحب لله عز وجل يستحي من طول الهجعة وطول النوم بالليل فيقوم يتهجد ويتلو القرآن ويدعو ويتضرع ويسأل ويستغفر كذا حال المحبين خاصة في جوف الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه كذلك هو سبيل موصل إلى محبة الله عز وجل وزيادتها في القلب فهو ثمرة وسبب أثنى الله عز وجل على أهل الليل فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى الجنوب أي ترتفع عن المضاجع وتنزعج عنها رغم شدة حبها لها وكل الناس يحب ذلك يحب النوم ويحب الراحة فلماذا ترتفع وتتجافى جنوب هؤلاء عن المضاجع لماذا تركوا النوم اللذيذ لماذا تركوا هذا الأمر المحبوب لهم إنما تركوا ما يحبون لأمر آخر أشد حبا بالنسبة لهم ألا وهو طيب مناجاة الله عز وجل تركوا لذيذ النوم إلى ما هو ألذ عندهم منه وأطيب ألا وهو مناجاة الله والقيام بين يديه تلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين لمعاذ رضي الله عنه في معرض جوابه عن سؤاله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ولفظ الآية عام في كل عبادة ودعاء في الليل يعني ليست فقط في قيام الليل بل في كل عبادة ودعاء في الليل إذا قام يدعو الله عز وجل إذا قام يستغفر إذا قام يصلي إذا قام يقرأ القرآن كل ذلك يندرج تحت هذا التجافي لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص قيام الليل والصلاة في جوف الليل بكونها أفضل الصلوات كما في الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما رواه مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة كما في الحديث الذي ذكرناه في الحديث عن التقرب إلى الله بالنوافل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضت عليه فالنفل بعد الفرض بعد إحسان الفرائد يأتي الاجتهاد في النوافل وهذا لا يمنع دخول العبادات الأخرى في الفضل لعموم لفظ الآية أي الدعاء والتضرع والسؤال ونحو ذلك قال ابن رجب رحمه الله مدح الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه يدخل فيه من صلى العشاءين اللي هو العشاءين مغرب والعشاء ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء إنكم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة كما رأىه البخاري ومسلم وذلك أن السنة تأخير العشاء إن تيسر له ذلك مع الجماعة أخروا العشاء فهذا الأفضل فهذا التأخير فيه من المشقة ما فيه خصوصا في الذين لهم أعمال شقة ويتعبون طول النهار فيحتاج أن ينموا بكرا ويدخل أيضا في ذلك من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام لأداء صلاة الصبح لا سيما مع غلبة النوم عليه كما في جامع العلوم أصحاب الليل أحبتي من أهل المحبة بلا شك بل هم من أشرف أهل المحبة لأن قيامهم بين يدي الله عز وجل في الليل يجمع لهم جل أسباب المحبة التي ذكرها الإمام بن القيم الأسباب العشرة فأول سبب ذكرناه قراءة القرآن بالتدبر وهؤلاء لا يقرون القرآن في حسب بل يقومون به متدبرين خاشعين السبب الثاني كان التقرب إلى الله بالنوافل وهم يتقربون إلى الله بأقرب النوافل إليه وأحب الصلوات بعد المكتوب إليه سبحانه وهم في تجافيهم عن المضاجع لذكر الله أحرى أن يكونوا ذاكرين له بالنهار وهو السبب الذي انتهينا منه في اللقاءات السابقة هو كثرة ذكر الله ودوام ذكره فهم من أهل الذكر أيضا فمجافاتهم تلك ذالة على إيثارهم لمحب الله على محب أنفسهم وده السبب الرابع له إيثار محب الله على ما يحبه العبد ويهواه فهم تركوا النوم الذي يحبونه وقاموا للصلاة والقيام والدعاء بين يدي الله عز وجل وهم في قيامهم يطالعون بقلوبهم أسماء الله وصفاته ويتقلبون في رياضها وهو أحد أسباب المحبة أيضا وهم يتفكرون أثناء تلاوتهم في آلاء الله وآيات بره وإحسانه وإنعامه على سائر الخلق وأيضا هذا من أسباب المحبة ثم إنهم لا يقومون هذا المقام بين يدي الله تعالى في جو في الليل والناس حولهم يغطون أي في النوم إلا وهم منكسرون بقلوبهم له سبحانه ثم إن توفيقهم لهذا القيام توفيق لخلوة بربهم وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه إذن أهل القيام قد ذهبوا بنحو ثلاثة أرباع أسباب المحبة أهل القيام قد ذهبوا بنحو ثلاثة أرباع أسباب المحبة ولذا لا تعجب حين تعلم أن جبريل عليه السلام أمين السماء نزل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وقال له وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس بصد الله عز وجل أن يجعلنا كذلك شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس والحديث صححه الألبني في الصحيح لماذا قيام الليل شرف إنما كان قيام الليل شرفا لأصحابه لأنهم يستشرفون به رضى الله في أشد الساعات هذه الساعة التي أشد الساعات على الناس أن يقوموها أن يقوم الإنسان في هذا الوقت وخصوصا في ليل الشتاء هذا الأمر شديد على الناس فهم تركوا ذلك وقاموا لله عز وجل فيستشرفون رضى الله ويتطلعون إليه ولذا فهم يقلدون أوسمة الشرف الإلهي نورا في القلوب ونورا في الوجوه ونورا في الحياة ونورا في الممات جزاء طول قيامهم لله في الظلمات قال الحسن رحمه الله لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل فيها مشق بلا شك إلا من يصره الله عز وجل يصرها الله عليه فقيل له مبال المتهجدين أحسن الناس وجوها مبال المتهجدين أحسن الناس وجوها بل ربما ينظر في وجوههم فيرى النور ينبعث من وجوههم وكانوا إذا رؤوا ذكر الله عز وجل فسئل الحسن مبال المتهجدين أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره أو فألبسهم من نوره وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول أهل الليل في ليلهم ألذوا من أهل اللهو في لهوهم أهل الليل في ليلهم ألذوا من أهل اللهو في لهوهم يعني الناس اللي سهرانا على المسلسلات والأفلام أو اللعب أو غيره هم يظنون أنهم في لذة لا والله بل اللذة التي فيها أهل الليل أعظم بكثير أضعافا مضعافا من هذه اللذة الزائفة التي فيها هؤلاء وقال أيضا ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا تخيل إنسان مش عايز يعيش في الدنيا لو ما فيهاش ليل هو يجد هي الدنيا عنده قد اختزلت في الليل الدنيا عنده ليل لأنه يخلو في الليل بالله يدعوه ويتضرع ويسأل فهذا ألذ شئ في حياته وهذا من أسباب حبه للبقاء في الدنيا وكان الضحك يقول أدركت قوما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة أدركت قوما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول النوم وإذا كان هذا شأن القيام ومنزلة القوامين فلينهض المقصرون والكسالة مثلنا للحاق بركب الشرف الذي سلكوه قبل أن ينقطع الطريق وتغلق الأبواب مع شدة هذه العبادة فإن لها من رحمة الله ميسرات تذللها ووصفات تسهلها على النفس الخالدة إلى الراحة الموقوتة إلى الراحة الموقوتة العاجلة والغافلة عن الراحة الأبدية هو أعيز استريح يقول لك أنا أنام أريح جسمي الراحة الحقيقية إنما هي الراحة الأبدية فإذا أردنا اللحاق بقافلة المحبين لله المحبوبين منه فليعجل فمن أراد اللحاق بقافلة المحبين إلى الله المحبوبين منه فليعجل إلى مرضاته وليجعل إخلاص النية وصلحها أولى خطواته وليستعن بالله فإن من استعان بالله أعانى وهذه وصفة يهديها لنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله يبين لنا ما الأسباب التي تعيننا على قيام الليل ما الأسباب الميسرة لقيام الليل يقول من الأسباب يقول اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن سجل بقى كذا عايز يقول لك أن الأسباب الميسرة لقيام الليل نعين في أسباب ظاهرة وأسباب باطنة يقول أما الظاهر فألا يكثر الأكل كان بعضهم يقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرة فتشربوا كثيرة فتناموا كثيرة فتخسروا كثيرة وهذا أمر حقيقي قلة الطعام معينة للإنسان على قيام الليل فإذا أكثر الشرب فغلبه النوم لذلك وجدنا في الحديث الذي رواه أبو جحيفة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الرجل وهو يتجشأ يتجشأ يعني يتكرع فقال أقصر من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة فالإنسان ليس همه في الدنيا أن يستكمل كل الشهوات فضلا عن أن يأخذها من الحرام كما يفعل بعض الناس هذا أمر آخر فالذين يأخذون الشهوات من الحرام والعياذ بالله تعالى هم أكثر الناس جوعا في الآخرة ثم الذين يأخذون الشهوات ويتوسعون فيها فتشغلهم عن هذه المستحبات ربما أيضا خسروا وفقدوا هذا الثواب وهذا الفضل في الآخرة فسبقهم من تخلوا عن التوسع في فضول الشهوات وكانوا في المقدمة أقرب إلى الله عز وجل منهم ويذم قوما كثر أكلهم حتى ظهر فيهم السمن كما في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن شوف المعجزة النبوية قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها الحديث الأول حسن في السلسلة الصحيحة رقم 342 وهذا رقم 699 وهو صحيح يأتي قوم يتسمنون يحبون السمن وهذا واقع مشاهد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم يقول خير أمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يحبون السمان يشهدون قبل أن يستشهدوا كما رواه مسلم وقال أيضا معلما لنا كيف نأكل ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه يعني شر وعاء تملاه البطن يعني عايز يقولك ما تملهوش يعني كل ما يقولكش تجوع الرسول كان يستعيذ بالله من الجوع لكن لا تملأ هذا الوعاء فتتضرر بعد ذلك بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة بحسب يعني بحسب يكفيه يعني يكفيك لقيمات يقمنا صلبة يعني ايه يقمنا صلبة آه لكن بقى مش ايه مش يأكل لحد ما يقع يبقى لقيمات يقمنا صلبة ما تتعكسش زي ما هي عند بعض الناس فإن كان لا محالة يعني خلاص بقى في يوم حياكل يعمل ايه بقى ايبتلت الناس جابت من الآخر خطب لك يعني هو الأصل انه هو ما يملاش الوعاء ده طب هو يعني عايز بقى يأكل فإن كان لا محالة خلاص حياكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حديث صحيح صحيح الجامع قالت أم سليمان بن ذاود لابنها سليمان يا بني لا تكثر النوم فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم لا تكثر النوم فيفقرك فيفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم كما في مختصر قيام الليل المروذي ورأى معقل معقل بن حبيب قوما يأكلون كثيرا فقال ما نرى أصحابنا يريدون يصلون الليل قال لك يبقى دول اللي عادين في الاعتكاف دول عمالين يأكلوا لحد قبل العشاء مش إيه مش نوين يصلوا خد بقى لك ولو صلح يصلي هو إيه هو قاعد وهو تعبان وهو نام ونسبة نام في السجود خدت بقى لك مش بقى مقلت نوم ده وخشوع لا ده كتر إيه كتر أكل وقال عود ابن عبد الله كان قيم لبني إسرائيل يعني مربي وشيخ يقوم عليهم إذا أفطروا فيقول لا تأكلوا كثيرا يبقى وقف على رأسهم كده زي ابن وقف على رأسكه في الاعتكاف لا تأكلوا كثيرا فإذا أكلتم كثيرا نمتم كثيرا وإن نمتم كثيرا صليتم قليلة صح الكلام؟ صح كلام سليم وقال وهب ابن منبه ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكل النوام يعني الشيطان يحب الصفاتين دول في البني آدم يأكل كتير وإيه؟ وينمكت عشان يخسر ولذا قال عبد الواحد بن زيد من قوي على بطنه قوي على دينه من قوي على بطنه اللي يستطيع تحكم إيه اللي يدخل بطنك؟ يبقى كده تملك أمر الدين ابتداء فلا يدخل الحرام يأكل الحلال ولا يأكل الحرام فهذا بلا شك من أهم ما يراعى في أمر الدين ثم بعد ذلك ضبط ذلك حتى يستطيع القيام من الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها قال مصعر بن كدام وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وكل الطعم قل يعني بالقاف كل الطعم القليل منه يعني عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات وكل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات وإذا رأيت في كلام السلف مدحا للجوع فإنما يصرف ذلك إلى قلة الطعم أو قلة الأكل لذلك كان مكحول يقول أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والضمأ الجوع والضمأ اللي هو الصيام وقلة الأكل وكان سفيان الثوري يقول عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل ربما بعضهم يحتج بأن سفيان الثوري أكل حتى شبع وأنه رحمه الله كان كثير الأكل ودي ما فعلا في بعض الآثار عن سفيان ونقول لا حجة في قول أحد بعد قول مين النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لكن ماذا يقال عن ذلك قال بعضهم لا تقتدي بسفيان في كثرة الأكل واقتدي به في كثرة العبادة لا تقتدي بسفيان في كثرة الأكل واقتدي به فيه لأنه مثلا لما أتى صاحبا له فأطعمه وأكل حتى امتلأ قام وقال كد الحمار ثم أطعم الحمار ثم كده يعني هو عايز يقول كالتي بتعمل بأكلك وقام يصلي حتى الصبح أنت بتاكل وتعمل زيه كده أنت بتاكل وتنام فلست سفيان لا تشبع نفسك كما كان يشبعها فلست تملكها كما كان يملكه يملك نفسه رحمه الله ده السبب الأول اللي هو قلة الأكل أو ألا يكثر من الطعام والشراب فيكثر نومه السبب الثاني الاستعانة بالقيلولة نهارا فإنها سنة هل يجب لنا حديث القيلولة كده بسرعة عن آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل كما في السلسلة الصحيحة رقم 2647 قيلوا لخذوا حظكم أو حظا من نوم النهار وهو المسمى بالإيه وهو ما قبل الظهر وبعده يعني قبيل الظهر مثلا أو بعد الظهر عن مجاهد رحمه الله قال بلغ عمر أن عاملا له لا يقيل فكتب إليه أما بعد فقل فإن الشيطان لا يقيل كيف كانوا يتواصون بهذه الأمور وإن كانت من المباحات مر الحسن بقوم في السوق فرأى صخبهم ولغطهم فقال أما يقيل هؤلاء قالوا لا قال إني لأرى ليلهم ليل سوء نبينا مجدول ألولوا لا ما بينا مش ألولهم أكيد للحيب فيه تقصير فيه تفريط يعني على الأقل لا يستطيع أن يقوم من الليل يصلي وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة القائلة من عمل أهل الخير وهي مجمة للفؤاد مقوى على قيام الليل يعني تريح الفؤاد تريح القلب من الهموم والتعب والنصب ونحو ذلك وتعين الإنسان على قيام إيه وكان بعضهم يقول القيلولة للقيام كالسحور للصيام زي ما الصحور بيقوي على الصيام بفضل الله وبإذن الله فالكذلك القيلولة تعينك على الإيه ده شيء مجرب فعلا أنت ما تنملك نص ساعة كده قيلولة قبل الظهر أو بعد الظهر بتلاقي نفسك قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة بقيت مفوق كده وإيه وقادر تقوم لكن لو بقيت طول النهار في تعب وكد تروح نايم يعني بالعافية لما تصحى على الإيه لما تصحى على الفجر يبا السبب الثاني الاستعانة بالإيه بالقيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل السبب الثالث أنا حسأل خدوا بالك في الآخر ناس اللي نايمة دي هقولهم واحد يقول للأسباب اللي احنا قلناها اللي هي تعين على قيام اللي احنا في أنهي قسم الأسباب اللي ايه خصوصا الناس اللي في الضلم وردوا صلحوا لنا يا جماعة النور اللي وردها ماشي أبو صلحوا النور ده عشان نشوف الناس كويس يتكشفوا طيب السبب الكام ده اللي جاي التالت معنا يا كابتن يا ده صاحي ده ممركز خد بالك السبب الثالث الاقتصاد في الكد نهارا الاقتصاد في الكد نهارا يعني ألا يتعب نفسه بالأعمال الشاقة اللي هو الاقتصاد في تحصيل الدنيا يعني ربنا مكفي وموسع عليه أخذ بالك لسه كمان وكمان ما فيش مانع بقى كمان وكمان وكمان بس لما توزع بقى الأوراد بتاعتك والوظائف بتاعتك على يومك يبقى خلصت أورادي وقريت ورد القرآن وليه أيام بصمها وليه ورد قيام ليل وفيه وقت اشتغل واكتهد ووسع وحصل الأموال الحلال وأنفقها في سبيل الله وأنفق على نفسك وخلي أموالك في سبيل الله كأبي بكر الصديق الذي احتيج إلى ماله مرة فأخرج ماله كله وعمر أخرج نصف ماله لم يكونوا يجمعوا للدنيا وإنما كانوا يجمعون للآخرة المعاني دي محتاجينها ومحتاجين نعيشها فالإنسان ما تطحمش نفسك طول النهار في العمل وفي الكد وفي التعب على الأقل اطلع بالساعة اللي أنا أقول لك عليها دي اللي هي القيلولة دي تبقى عاوني لك على إيه على القيام بالليل بإذن الله تعالى السبب الذي بعد ذلك دي رقم كام أربعة ترك المعاصي لأنها تقيد الإنسان عن القيام أن يجتنب الأوزار يترك المعاصي فلا يحتق بالأوزار بالنهار فإنها تقصي القلب وتحول بينه وبين أسباب الرحمة قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد طهوري اللي هو المية اللي حيتوضى بها فما بالي لا أقوم قال له أبا أمشي ليه قال ذنوبك قيدتك ذنوبك قيدتك وقال الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته قيل وما هو قال رأيته رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء شفت واحد بيبكي قلت تلاقيه مراء ده خدت بالك ده يخلي الإنسان قوام على نفسه ما ليكش دعو بالناس ما تسخرش من حد ما تدخلش في نية حد ظن بالناس كلهم ظن خير وأرد للناس كلهم الخير هذا القلب أدعى لحصول الخير لا والمعونة على الخير وكانوا يعرفون من أين يؤتوا إذ قلت ذنوبهم وده ما يبقاش بقى تكأة أو شماعا علق عليها ترق قيام الليلة كسل ذنوبنا كثير والله طب ما تتوب إلى الله فهذا يعينك على محو الذنوب بإذن الله قال الحسن إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار لأن القيام والصيام رزق وقد روي في الأثر إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق مش فلوس بس الرزق عباد أو طاعة فممكن يحرم الإنسان بسبب الثنب قال أبو سليمان لا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب يبقى أنت محتاج تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى ورد قيام الليل فات استغفر الله سبحانه وتعالى صلاة جماعة فاتتك استغفر الله ورد قياء ورد تلوت قرآن فاتك ما وفقتش لصيام ونحو ذلك استغفر الله عز وجل قال بعضهم دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت أتاك نعي بعض أهلك حد مات من أهلك قال أشد قلت واجع يؤلمك قال أشد قلت فماذاك قال بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة يعني ما حدش ولا دخل ولا حد طلع طب ما قرأتش قال وما ذاك إلا بذنب أحدثته وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منهما يجر إلى الكثير سبحان الله صدق الحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة يتساهل بنظرة يتساهل بكلمة حتجيب اللي بعد كده يتساهل في رسالة يبعدها الوحدة على الإنترنت أخذ بالك في واتس وفي غيره وفيس يفتح عليه باب شر ما يعرفش يسده بعد كده زوجته تخش تشوف المحادثات شكلها إيه تلاقي مصايب تقلب له أخذ بالك البيت وطلقني ووديني عند أنت اللي فتحت الباب على نفسك من البداية وإي حك لا تفتحه فاكرين فإنك إنت فتحه تلجه خلي الباب مقفول أنت مش محتاج للمواضيع دي إفله خالص مش محتاجها خلاص ربنا مكفيك ومعفيك يعني كده التساهل في الأسباب المعاصي بيوقع الإنسان لحد ما إيه يوحل قد تبقى لك يتوحل ما يعرفش يطلع بعد كده يبقى أنت خليه قوام على نفسك وخد بالك من نفسك أنت مش عارف الشيطان حيوقعك من أنهي باب هل يطرى من باب المعاملات المالية تتعامل بالحرام وبالربا وتاكل حرام وانت مش حاسس هل يطرى من باب فتنة النساء اللي هي أشد الفتن هل يطرى من باب العجب والكبر والغرور شوف أنت خد بالك من نفسك وخليك قوام على نفسك قال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء قال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل لا تعصيه بالنهار شوف الدواء وهو يقيمك بين يديه في الليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف وقال الفضيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك أو محروم مكبل كبلتك خطيئتك وقال أبو سليمان الداراني من أحسن في ليله كفية في نهاره وفي ضبط آخر كوفية في نهاره ومن أحسن في نهاره كوفية في ليله أو كفية في ليله ومن صدق في ترك شهوة كفية مؤنتها أنت صادق فعلا اللي أنت عايز تسد باب الشهوة ده عليك فربنا سبحانه وتعالى حيكفيك شرة وكان الله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له إذا تركتها لله فالله سبحانه وتعالى لا يعذبك بها ويعافيك من شرها أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا نعم إذا اجتهدت في طاعة الله عز وجل وفقك الله عز وجل للخير وللطاعة كما كان بعضهم يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم لأوقفهم بين يديه حين يسكن كل خليل إلى خليله من فقد الله فماذا وجد ومن وجد الله فماذا فقد من الأسباب أيضا التي تعينك على قيام الليل طيب المطعم طيب المطعم لأن العبد إذا حرص على أكل الحلال كان ذلك أعوى له على طاعة الله قال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات إيه بعدها وعملوا صالحة شوف المفسرين كابن كفير وغيره يوم يربط بين أكل الحلال والعمل الصالح اللي يأكل حلال يعمل صحيح يأكل حرام يعمل حرام نفس الكلام خصوصا في الأولاد أكل أولاده حرام يلاقي الأولاد الطالعين زي يقوله شمال أي السبب أنت بتأكلهم حرام والعياذ بالله تعال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون وفي الحديث الضعيف أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة لكن معناه صحيح كما في الحديث الآخر وإن العبد يطيل السفر أو ذكر العبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام لذلك أكل الحلال عون للإنسان على قيام الليل وعلى طاعة الله عموما وكان إبراهيم بن أدهم يقول أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم النهار يعني إذا أقول لك الموضوع ده في خطورته وأهميته حتى لو فيش قيام ولا صيام حلو وكفاية ولكنه في الحقيقة عون لك على على القيام وسائر الطاعات السبب الذي بعد ذلك ده الكام السادس السادس يا عم ترك السمر بعد العشاء السمر اللي هو السهر والكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر إلا لمصل أو مسافر حديث صحيح لا سمر إلا لمصل يعني واحد بيصلي أو مسافر فمع أصحابه يعني يتحدثون يعني ينشطون بذلك ويعني يرفعون عن أنفسهم عناء السفر ونحو ذلك والحديث ذكره الشيخ للبني في السلسلة الصحيح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السمر بعد العشاء سناده حسن كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر في المسند يجدب يعني يعيب ويذم يجدب كان رسول الله يجدب لنا السمر بعد العشاء قال عرى بن زبير انصرفت بعد العشاء الأخيرة فسمعت كلامي عائشة رضي الله عنها خالتي ونحن في حجرة بيننا وبينها سقف فقالت يا عروة أو قالت يا عرية بتدلع أنا بترخم اسمه ما هذا السمر إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذه الصلاة اللي هي العشاء فكان شي ينم أبل صلاة العشاء لو نم هتفوت وتروح عليه ولا متحدثا بعدها إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم يعني بعد العشاء إما حاجة من اثنين ينايم فتسلم أو مصلي فإيه فتغنم وجاء الرجل إلى حذيفة رضي الله عنه فدعاه على بابه يعني ندى عليه فخرج عليه فقال ما حاجتك قال الحديث فأغلق الباب دون رايح له قال له عايزة أريد أن تكلم معاك رح إيه وقال جذب لنا عمر الحديث بعد العتمة طبعا مش كل الناس ينفع تعمل معهم كده آه ده حذيفة وده واحد فاهم من حذيفة فدي مش حيستعيبها من نعاد وبي ربنا وبيعلمنا لكن ممكن واحد تاني تعمل معاك ده أخذت تبقى مصيبة كبير ممكن يزيب الالتزام بسبب كده وعن سلمان بن ربيع قال كان عمر يجذب لنا السمر بعد صلاة النوم وعن بن رافع قال كان عمر ينش الناس بدرته بعد العتمة يعني يسوقهم سوقا خفيفا يعني كل واحد زي بيتك بيتك كده كل واحد يقول قوموا لعل الله يرزقكم صلاة قوموا لعل الله يرزقكم صلاة يعني من الليل وكانت عروة وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سمعت أحدا من أهلها يتحدث بعد العشاء تقول أريح كتابكم أريح كتابكم وكانت ترسل إلى عروة يا ابن أختي أرح كاتبك أرح كاتبك وقالت لا سمر إلا لثلاثة مسافر أو متهجد أو عرس إنسان متزوج ونحو ذلك وكان ابن عباس رضي الله هما يقول ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها لها صلاة العشاء هذه الأسباب الميسرة لقيام الليل يمكن أن يضف إليها عدم المبالغة في حشو الفراش للأسباب الظاهرة عدم المبالغة في حشو الفراش يعني بإيه يعني 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 المرتبة مرتبة يعني اللي هو الإنسان اللي لو نام على حاجات كتير هيعمل إيه هينام كتير وفي ناس مهما ينام هو ليه ورده بيقوم وديه بتختلف من إيه من إنسان لآخر تمام كده عن علين رضي الله عنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم يعني جلد حشوها ليف الإذخر نبات والخميل القطيفة والإذخر حشيشة رطبة طيبة الرائحة يعني بساطة ده جهز فاطمة رضي الله عنه كان كذلك ورؤي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طوي له فراشه ليلة فنام عليه فنام عن ورده من الليل فأمرهم أن يعيدوا فراشه إلى مكان يعني الفرشة لما تبقى مفروضة كده لو أنا تنتهى أربعة بقيت ايه هادخن كده وقاريح فده ممكن بعض الناس لو اتعاملت معادي تخلي ينام أكتر لو نايم على مرتبتين كده يبتوع العرسان كده في ليلة الدخ عارفنا خدت بالك اللي بينام بيغتص كده خدت بالك ومتغطي بقى بلحاف وفوقي بطنية ومشاهد ده صعب انه ايه في الغالب انه يصحى خصوصا في الشتم لكن لما حتى تسده الأطباء بيقولوا انهم على الحاجات النشفة أريح للإيه للضهر خدت بالك خصوصا اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري فيقولوا لا لو تنام على الخشب بتاع السرير ومن غير مخدى ده احسن خدت بالك فانت مش مستني لما تتعب ويقولوا لك نم على الخشب انت قوم من دلوقت احسن بقى لنا الأسباب الباطنة حنبدأ بها ان شاء الله في اللقاء الجاي مع ذكر بعد الفضائل لكن معايا قصة جميلة عايز أذكرها لكم لعلو الهمة وهي قصة لامرأة يعني لو كانت لراجل حنقول اه راجل لكن لما تبقى لامرأة لو طلب لي كما تحكي روية القصة لو طلب لي ان اصفها باختصار شديد لقلت جد كلها شوف كلمتين بيلخصوا حياة وحدة بتقول لو انا حد قال لي اوصفي فلانا دي حقول عنها كلمتين ايه جد كلها لقد اخذت الحياة بجد وكأنما كشف لها من الغيب ست رقيق عرفت منه قصر عمرها فكانت تسابق في ايامها اللحظات ان يفرط منها شيء قبل ان تنجز اعمالها وتصل الى اهدافها كانت مرحلة الدراسة الثانوية حين نضج عقلها وتحددت رؤيتها واتضح لها طريق حياتها فتجاوزت تفوقها الدراسي متوجهة به لحفظ القرآن فاتمت حفظه في هذه المرحلة لان المرحلة يقولنا الثانوية بجهدها الذاتي بعد توفيق الله طبع فحفظته حفظا تاما متقنا وكنت اعجب لقوة حفظها حينما كنت اتدارس معها القرآن في شهر رمضان كانت تقرأ من حفظها كأن المصحف منشورا امام عينيها اتقان ما شاء الله ثم عرفت السبب فزال العجب عرفت انها حفظت القرآن لتعيش معه وتعيش به مش عشان امتحان وانجح وانجح هروحها فكانت تديم التلاوة مع وردها من قيام الليل الذي لا تخل به مش حاجة اسمها ليلة تعدي من غير قيام فات بالليل اجيبه امتا الصبح بعد صلاة الفجر وكثيرا ما تختم القرآن في ثلاث لخفته عليها وحفظها لوقتها به لما دخلت المرحلة الجامعية لم يشغلها تخصصها العلم كتفي تخصص احياء عن التشوق لطلب العلم الشرعي وبجهدها الذاتي ايضا ولكن مع الارتباط بعلم العلماء فكانت تسمع الاشرطة والدروس العلمية وتفرغ منها الفوائد وتتابع الجديد حتى كأنما كانت تدرس على الشيوخ في حلاقهم حتى قادتها الى التوسع المتدرك في كتب العلم الكبار وتكونت مكتبتها بشكل تدريجي مدروس فلم تكن مكتظة مش كتب خلاص ولكن فيها الكتب الجوامع والمراجع التي يصدر عنها طلبة العلم وكانت نظرة سريعة الى كتبها تدل على انها قد ارتشفت ما فيها ومرت على سطورها ولا يزال منظر نسختها من فتح البار وقد تراخت اوراقها وتباعدت اغلفتها يعلن كم ادمنت النظر بين سطورها احيانا انت تمسك الكتاب تيجي تصفحه كده تحسي الورق لازق في بعضه وكتاب تاني تيجي تمسكه تحس الورق متباعد ده دليل انه صاحبه يقرأ فيه كتير في عام 1425 هجرية اتمت حفظ الجمع بين الصحيحين جمع بين الصحيحين ده كتاب جمع الاحديث اللي في البخاري ومسلم في كتاب واحد يعني بدون تكرار بها عشان ما يبقاش حفظ حاجة مكررة يعني بعدما حفظت القرآن حفظت كمان الكتاب ده عاشت مع العلم شغوفة به مستغرقة في طلبه ولكنها كانت بعيدة البعد كله عن التمظهر بالعلم والدلال به مش مظاهر وخلاص بأو ورياء وتسميع فلم يكن يعلم بحفظها القرآن إلا القلة القليلة من أخواتها التي كنا يتدارسنه معها لم يكن يعلم برسوخها العلمي إلا من يتذاكر معها أو من تجيبه إذا سألها ولقد رأيت من حفاوتها بالجوانب الإيجابية ونظرتها لمساحة المباحة الواسعة التي يتمتع بها الناس مدخلا للقرب منهم ورفع مستواه ولقد زرت المدرسة التي تدرس فيها بعدما تخرجت فرأيت أثرها في الطالبات واضحا ليس في مظاهرهن ولكن في الارتقاء باهتماماتهن وتفكيرهن كان علمها هو ذاك العلم الرباني المؤثر الذي يتشربه القلب ويظهر أثره في السلوك والمعامل والتعبد فكانت صلاتها الصلاة الخاشعة إذا رأيناها رأينا كيف يكون الإقبال على الصلاة والاستغراق فيها إذا قرأت القرآن استمعنا إلى قراءة التدبر والخشوع شديدة المحافظة على الورد القرآن والأذكار مع مظاهر الإخلاص والتخفي بالعمل الصالح وعدم التظاهر به لا أنسى يوما دعتني للذهاب إلى مدرستها في قريتها النائية لمشاركتها في منشط للطالبات وأطول الطريق كانت تقرأ في ملازم معها أو تراجع حفظها وكان ظني أن بكور النهر وأفرط النشاط يساعداني على ذلك لكني عجبت عند عودتنا بعد استنفاذ الطاقة وبلوغ الجهد وإذا هي على نفس الطريق عما لا تقرأ برضو في الملازم دي وتراجع الحفظ ثم زاد عجبي عندما علمت من رفيقاتها في الطريق أن هذا هو دأبها كل يوم العيز يرتقي في العلم فعلا لازم يبذل ولازم يجهد ويتعب ويكتهد إنه الجد المتناهي ومسابقة ساعات العمر أما نشاطاتها في المنطقة فكانت دلالة أخرى على الجد وعلى البذل فهي مشاركة في المعهد الشرعي لتحفيظ القرآن الكريم لها محاضرات في الناد والعالمية للشباب الإسلامي لها مشاركات في الإنترنت وفي الناد الأدب تلقي بعض المحاضرات وشاركت في مركز دار الحافظات وأخيرا تولت إدارة مركز الجمعية الخيرية بل تعد نشاطها المنطقة التي كانت تعيش فيها فواصل الزمان والمكان فكانت تجمع عنوين المراسلات المنشورة في المجلات للتعارف وتراصل الفتيات بأسلوب دعوي مميز ومؤثر والمتتبع لبرنامجها اليومية تساءل كم ساعة يومها بحيث يستوعب يومها كل هذا العمل كانت كالنحلة في بيتها لا تكل ولا تمل دائمة التبسم والإشراق تعرفت عليها منذ سنين فكانت الأقرب إلي والأثيرة لدي لا تنقطع اتصالتنا ولا رسائلنا كانت آخر مكالمة منها إلي قبل سفرها إلى العمرة ركزوا بها في الأواخر وكان مما قالت فيها في اليوم الأخير قالت أب أبشرك بأني قد وجدت ما أسعى إليه طوال حياتي إيه ترى وهو العيش مع الله والقرب منه أنا الآن أعيش روحانية عجيبة لم أشعر بها من قبل ومن آخر رسائلها وهي محفوظة في هاتفي تقول القرآن يهب القلب قوة لا نظير لها بعثت لها رسالة تقول لها كذا القرآن يهب القلب قوة لا نظير لها كانت لها أمان في الحياة وفي الممات تحققت كثير من أماني حياتها ومن أمانيها بعد الموت أن تكون وفاتها بعد عمرة تكفر ما قبلها يعني كانت أمنيتها أنها تموت بعد أداء العمرة وأن يصلي عليها أحد كبار العلماء الصالحين وكان ذلك بالفعل أصدق الله يصدق حيث توفيت في حادث مروري وهي عائدة من العمرة يوم السابت 11.7.427 صلى بالناس عليها وشيعها الإمام عبد الله بن جبرين الذي توافق وجوده لإقامة دورة علمية في هذا المكان وكان يوما مشهودا وجنازة حاشدة وذكرا طيبا استنطق الله فيه ألسنة شهوده في أرضه بالدعاء والثناء وإني لا أسأله سبحانه كما رزقها دعوتها في الدنيا أن يرزقها الفردوس الأعلى بفضله وجوده وأن يجمعنا بها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنها أم مالك ابتسام العيد رحمه الله تعالى ونصر الله عز وجل أن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادته وأن يوفقنا لقيام الليل وأن يتقبل منا أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين